أسئلة كتير بتدور في فلك وتبال كل البهتمين بالرياضة وتحديداً جمهور النادي الأهلي هيجاوب عليها الناقد الرياضي محمد مهدي صبح على حضرتك سبحانه سبحانه خير وصبحانه خير على كل مشاهدين الكرام سبحانه خير سبحانه خلينا يعني أعتقد لا حديث يعلو الآن فوق مشاركة النادي الأهلي في كاس العالم ليه الأندقاء شايف استقبال المغرب الأول ليه إزاي وخلينا نتكلم على البداية شوفنا الصورة اللي يعني تصدرت مواقع التواصل الاجتماعي وكان فيه خلينا نقول يعني إقبال واستحسان لهذه الصورة من كل جمهور مصر مش الأهلي بس لأنه كان أهلوية زمالكوية مصر يسمى كله كان بيشارك هذه الصورة وكله فخور بمشاركة النادي الأهلي واستقبال جمهور المغرب تحديداً أو شعب المغرب للنادي الأهلي شايف ده إزاي؟ يعني دي حاجة يعني جيدة بس دي حاجة مش يعني مش لقطة عابرة كل مشاركة للنادي الأهلي بيبقى موجود في المغرب بنشوف اللقطات دي بالسمرار يعني بنشوف أفضل استقبال لبعثة النادي الأهلي في المشاركات حتى أنه كان في نهائي دوري أبطال أفريقيا ورغم أنه كان فيه مناوشات يعني بين الأهلي وبين الوداد وقتها عشان خطر الموضوع أنه استضافة المغرب لنهائي دوري الأبطال رغم كل ده كان فيه استقبال ممتاز لبعثة النادي الأهلي سواء من المطار أو تواجدهم في فندق القام أو حتى في المقرام ما شفناش يعني منوشات الخفيفة اللي بينه الجمهور وده طبيعي بيحصل في أي مكان ولكن الاستقبالات الرسمية طول الوقت هي بتحكي السصولة الحقيقية للعلاقة بين مصر والمغرب عاملة ازاي؟ فبالتالي أنه كل ما بعثت النادي الأهلي أنها موجودة في المغرب بيتم استقبالها على أفضل استقبال وأيضاً لما تيجي الفرق المغربية في القاهرة بيتم برضو استقبالها على أفضل حال فعايزين نقوله أنه مش دامش يعني مش حاجة جديدة أو أن احنا قام يعني تستحق أن احنا نقف قدامها ولكن هي معتادة بشكل كبير جداً ما فيش في مرة يعني بعثة من مصر سواء الأهلي أو الزمالك أو حتى المنتخبات الوطنية وصلت المغرب وما كانش في استقبال جيد جداً لكل البعثات فأعتقد أن هي لفتة طيبة وطبعاً الموضوع الجمهور طبعاً يعني اهتمام كبير جداً بتواجد النادي الأهلي في كاس العالم الأندية دي المشاركة التامنة للنادي الأهلي في تاريخه في كاس العالم الأندية والمشاركة التالتة على التوالي فبالتالي أنه خلاص الناس بقت حفظت أن النادي الأهلي موجود في كاس العالم الأندية وأنه عدم موجود النادي الأهلي في كاس العالم الأندية الناس تحس أنه في حاجة مختلفة حاجة يعني حاجة غلط حصلت يعني لأنه من أكثر الفرع اللي شاركت في المونديال بتكلم فيه تالت مشاركة على التوالي المرتين اللي فاتوا بالناد الأهلي بيتوّج بالبرونزية. اللعيب عندها طموحات البطولة دي أنه يعني يوصلوا إلى أبعد من البرونزية حتى شفنا تصرحات من غالبية لعيبة الناد الأهلي بيتكلموا عن أنها نحلم بالتتويت بكاس العالم الأندية. أكيد. طيب حدري ما تقول أنه الناس تعودت خلاص أنها تشوف الأهلي في كاس العالم الأندية والأهلي نفسه تعود أنه خلاص موجود على طول في كاس العالم الأندية. لكن كولر مش متعود أنه هو يقود الأهلي في كاس العالم الأندية. يمكن دي أول مشاركة له على العكس مثلا منوال جوزيء اللي قاد الأهلي تلت مرات. بيتسو موسيماني اللي قاده مرتين. بالإضافة بقى لمرة لحسام البدري ومرة لمحمد يوسف. متخيل كولر حيتعامل إزاي؟ هل شاف كل المباريات وكل الفرق المرشحة وابتدى يشوف طريقتهم؟ ولا كاس العالم الأندية له كلام تاني؟ طيب بص أول جوزيء أنه كولر مش متعود ولكن أي مدرب يعني يقود النادي الأهلي مع البطولات ومع المشركات بيتسو موسيماني يعني مرتين على التوالي بقى موجود في كاس العالم بيتوج بالبرونزية. طبعا الفترة الأولينية بتاعت تمانو الجوزيء وبرونزية 2006 في اليابان فبالتالي وجود المدرب مع النادي الأهلي هو اللي بيفرع أنه يبقى متواجد في كاس العالم الأندية أو من عدمه يعني. جوزيء الثاني واضح أن كولر منذ قدومه أو منذ تدريبه للنادي الأهلي لا هو مركز جدا في كل فواء محليا أو أفريقيا يسير بشكل جيد جدا في الدوري المتازل تصدر الدوري بفرق 11 نقطة عن المنافسه نادي الزمالك فبالتالي لا واضح أنه هو مركز جدا قارئ حتى للمنافس بشكل كبير بنشوف أنه كمان أنه تشكيلة النادي الأهلي فيها متغيرات طول الوقت. يعني ما بنشوفش الحداشر سابقا يعني تعودنا مع موسيماني مثلا أنه كان في ضغط كتير على لعبة النادي الأهلي أنه الحداشر هم هم نفس الحداشر حتى التغيرات محفوظة. بتبقاعد وتفرج على المطس بتقوله أنه في الديئة كذا هيخرج فلان وينزل فلان. ولكن مع كولر لا الوضع مختلف. بنشوف أنه طول الوقت فيه تبديل وفيه تعديل. شوفنا برسستاو بلعب مهاجم. شوفنا كهربا بعد عودته من اللقاف بلعب مهاجم قبل منه محمد شريف وقبل منه حسن حسن وقبل منه شاد حسين بنفاجأ أنه لا شاد حسين خارج قيمة النادي الأهلي في المونديال أو تم استبعاده برون وصفه تم استبعاده من قيمة النادي الأهلي النهائية في المونديال فبالتالي واضح أنه فيه تبديلات وتعديلات فيه تشكيلة كولر فيه خمس ستة عناصر هم خلاص يعني ما كان هم حجوز محمد الشنوي يعني لا خلاف على محمد الشنوي. عالي معلول أيضا لا خلاف على عالي معلول. حتى في نص الملعب بنشوف أنه مرة بنشوف ديانج مع حمدي فاتحي ومرة بنشوف ديانج مع عمرو الصلاة ومرة بنشوف التلاتة مع بعض. خط الدفاع بنشوف فيه متغيرات. مرة بنشوف رامي ربيعة مع محمد عبد المنعيم. مرة محمد عبد المنعيم مع ياسر إبراهيم. مرة عبد المنعيم مع محمود متولي فبالتالي أنه لأ فيه روتشف بشكل كبير جدا حتى بعد إصابة أكرم توفي وإصابة كريم فؤاد. شفنا محمد هاني وشفنا بعد استخدام خلال عفتاح من سمحة. شفنا خلال عفتاح بيشارك في المركز وحتى مروان عطية القادم من يعني التحسر الداري قريبا. شفنا طول الوقت يعني بعد وصوله للأهلي بيشارك بالزبط. فبالتالي أنه لأ الراجل بيستخدم كل الأوراق اللي عنده عارف أنه فيه ضغط مرشاة مع الناد الأهلي بلعب في طول الدوري. بلعب في كاس مصر القديم والجديد بلعب فيه دوري أبطال أفريقي. عنده منافسات في كاس عام. لأن دي عارف أنه فيه ضغط مبارات. فبالتالي يحافظ على الروتيشن بشكل كبير جدا. يحافظ على التعدلات والتغيرات. إنه ما نوصلش لمرحلة المسلم اللي فاتت منه لعب تنادي الأهلي تعاني من الإرهاق البدني. يعني لو نكلم على فكرة المعاناة من الإرهاق البدني تحديدا. يمكن نحن شفنا كلها فترة جبيرة بيلعب به 4-1-4-1. هل ده كان دافع لي لتعزيز صفقاته تحديدا في خط النص زي ما بنتكلم على القندوسي وزي الصفقة الأخرى اللي دفعت الأهلي لإتمامها زي مروان حمدي كمان؟ مروان عطية. مش عايز أقول بالزبط كله مدرب طبعا ليه طلباته ليه اختياراته. ولكن واضح أنه مروان عطية لما جهد من الأهلي ما عادش عددك لعب شارك. يعني حتى شارك لدقائق قليلة. ولكنه شارك مع النادي الأهلي. القندوسي طبعا صفقته مختلفة شوية لأنه القندوسي كان في حسابات النادي الأهلي منذ الفترة للانتقارات الصيفية. وكان فيه كلام وكان فيه مفوضاته حتى يعني بعثة وفاق الصفقة كانت موجودة في القاهرة. وحصل يعني حديث بين رئيس النادي وبين رئيس النادي الأهلي كابتن محمول الخطيبة على الصفقة وكان يعني برقم يعني ضعيف كان 500 ألف دولار وقتها يعني. ولكنه النادي الأهلي غير سياسة التعاقدات فبالتاني انه ما كانش محتاج للقندوسي الفترة الماضية يعني. ولكن انه الكلر كان طالب مهاجم ويطلع في المؤتمر الصحفي أكتر من مرة وبيطالب يعني باستقدام مهاجم لأنه واضح أنه عنده معناف في مركز المهاجم جرب حسام حسن منافعش يجرب شاد حسين برضو. حتى بعد كهرباء مريجا؟ لأنه كهرباء مش مكانه مهاجم هو جرب كهرباء في موضوع المهاجم لأنه عنده مشكلة في المهاجم الصريح ومحمد شريف كان غايب عن التهديف يعني يعني بدأ استفاق يعني في مباراة القمة وسجل هدفين ولكن كان عنده مشكلة حتى شوفنا بيرس تاو قبل الإصابة شارك كمهاجم أساسي بعد بيرس تاو شوفنا كهرباء لما رجع من اللقاء بيلعب كمهاجم فبالتالي هو عنده لأ مشكلة في حتة المهاجم وبالتالي طلع كلام كتير جدا على يعني مفاوضات النادي الأهلي مع عدد من الأندية للاستخدام مهاجم وكان طبعا يعني مليكة داتا أقرب حد للنادي الأهلي ولكن طبعا الفرق بين السعر أنه ندي طالب حول 8 مليون دولار الأهلي عالي 3.5 مليون دولار فبالتالي هو رقم ضعيف جدا مع أنه النادي الأهلي ما قدرش يوفر لكرر الصفقة المهاجم القوية فاضطر أنه يعني خلاص يعني بابل الانتقالات بتتكلف النهاردة آخر يوم فبابل الانتقالات فبالتالي ما عادش فيه وقت أنك إنت لإما تلحق السيزون وتلحق فترة الانتقالات تستخدم حد أو أنك إنت ما تجيبش كذا فبالتالي أنه النادي الأهلي ليس في حاجة أحمد القندوسي كان بمثابة حل أزمة مؤقت مش حل أزمة هو كده كده مش مهاجم فيعني وملوش مكان في تشكيلة النادي الأهلي أنه خط النص لدي الأهلي عنده يعني بتتكلم في خمس أو ست لعبين فبالتالي أنه هو ملوش مكان ولكن هو صفقة ليه؟ مع أنه كده يبقى قفل لنا عدد اللعبين المحترفين أو عدد اللعبين المحترفين لأنه الحل الوحيد عند الأهلي دلوقتي فترة الانتقالات خلصت في فريق الشباب فترة الانتقالات خلصت النهاردة آخر يوم فبالتالي الأهلي ما قداموش وقت أنه هو يعني يشوف صفقة تانية فأنت كل الفرقة اللي معك دي أنا حرمت المنافس من القندوس لأنه مكان نادي الزمالك في مفاوضات متقدمة مع القندوس كان قريبا من ضم القندوس ندخلين على بطولات كتير الأهلي داخلها ففكرة لازم يكون فيه دم جديد يكمل يعني السلية لو نفتكر البطولة اللي فاتت وقع ففكرة اللي انت لازم يبقى عندك البديل اللي انت تقدر تكمل به عندك بديل السلية عندك مرانة عطايا أنت لسه جايبه بديل كويس جدا أنا مش بكلم على السلية بعيدة ببقية أنا بكلم في المركز الأخرى أيوة انت بتكلم في نص الملعب أنا عندي خمس لعبين في نص الملعب أقدر أبدل منهم زي ما أنا عايزة ولكن هي صفقة القندوس هي صفقة مختلفة تماما صفقة القندوسي الهدف منها أنا معرفتش يجب مهاجم فبالتالي جبت القندوسي يحليلي مشكلة يعني احتاجته في الملعب احتاجته محتاجتوش عملت الهدف الأسماء أن أنا حرمت المنافس منه لأنه كان ممكن يفيد المنافس أن المنافس عنده مشكلة في الحتة دي كمان مع كلام بيع إمام عشور لمتلاند الدينماركي فبالتالي أنه الزمالك باع عنده مشكلة في نص الملعب الزمالك كان قريب من القندوسي في شكل كبير جدا وعرض 800 ألف دولار ويعني كده قبق أوسين أو أدنى من الانضمام لنادي الزمالك ولكن في اللحظات الأخيرة النادي الأهلي خلص الصفقة يعني فبالتالي أنه هو رقم واحد حرم المنافس لنوع لعب مهم ويعني لعب كمان عنده مهارات فردية مختلفة عنده وكان قدام فقدرة المراوغة في المساحات البيئة كمان يعني دي ممكن حجم الحاجات اللي بيتميز بها القندوسي تحديدا لكن خلينا نتكلم على ما تم إثارته مؤخرا برفض الشناوي للعرض اللي كان يعني بأربع أضعاف المقابل اللي بياخدوا دلوقتي فيه النادي الأهلي وقرر البقاء فيه النادي الأهلي أعتقد في خطوة يعني احترمها الجمهور قبل الإدارة حتى شايف دي إزاي بص حاجة كويسة طبعا أنك أنت تقدر النادي اللي أنت يعني الأهلي صنع اسم محمد الشناوي حقق عديد من البطلات حارس مصر الأول وهو في وجوده في النادي الأهلي فبالتالي أنه فيه مكسب كتير إلى محمد الشناوي مع فارق مع برضه السن فكل واحد بيحسب حسبته لما تجي تقارن بين محمد الشناوي وامام عشور لا فيه فارق كبير جدا امام عشور بتتكلم في 24 سنة لسه قدامه مستقبل كبير جدا لما يفكر أنه يحترف مبكرا في الدنمارك ويطلع من الدنمارك على الدور الإنجليزي اللي جاله حتى لو السعيدية كتبتكلم في مقابل مدي أعلى ولكن إحنا بنحسابها طول الوقت نقول أنه رمضان صبحي لما مشي من الأهلي خسر جمهارية النادي الآن وخسر شعبية النادي الآن أحمد فتحي لما مشي خسر جمهارية النادي أهلي فأنت بين حالين لما تختار الفلوس الأكثر لما تختار أنت برضه بتاخد فلوس كويسة وعندك شعبيه وعندك جمهارية وتفضل طول الوقت أنه جمهور النادي الأهلي مش ناس bon محمد الشناوي النجاح في وقت صعب زي ده رفض العروض الخارجية رفض المقابل المادي اللي كان بياخده دلوقتي قده 3-4 مرات عشان خاطر يفضل موجود مع النادي الاهلي في ظل انه هو الحارس الاوحد للنادي الاهلي حاليا لانه علي لطفي بعيد جدا مصطفى شوير مصاب هو كمان مش الحارس الاوحد لانه الاوحد لمنتخب مصري يعتبر يعني فبالتالي لا يا حركة من الشناوي هو اللاعب هو اللي بيفرق يختار ايه يختار يكمل مع النادي ويصنع شعبيته وجماريته فبالتالي الجمهور بيفضل طول الوقت فاكر ده لمحمد الشناوي او ان هو بيختار حاجة تاني لا انا سني بيقول ان انا احترف برا واخد فلوس اكتر لان انا خلاص بقلي سنة او سنتين في الملاعب يعني عايز اقول انه عرض محمد الشناوي ده لي اكتر من اسبوعين مش دلوقتي هو ظهر في الفترة الحالية عشان يغطي على موضوع امام عشور وانتقاله لمتلاندد دينيبورك يعني ولكن لا عرض محمد الشناوي لي اكتر من اسبوعين واكتر من عرض وبارقام كبيرة جدا لمحمد الشناوي وللنادي الاهلي ولكن اللاعب رفض الاحتراف واصر على البقاء في النادي الاهلي في المقابل النادي الاهلي يجدد ويزود عقد الشناوي بحيث انه يعمل توازم من انك انت اشتريت النادي الاهلي ورفضت العرض الخارجي فبالتالي ان احنا بنعدلك عقدك وبنزود لك فلوسك دائما ما تكون المادة هي اللي بتحكم كتير من الصفقات ويمكن ده واحد من المشكلات اللي بتواجه نادي الزمالك المادونية اللي موجودة عند نادي الزمالك مش مساعدها انه هو يخلص الصفقات الاخيرة كان من بداية الموسم بيتكلموا عن انه مش حيبقى فيه ابدا اي صفقات هتحصل فيه الفترة دي في موسم الانتقاط الشتوية ولكن طبعا قعدنا نتكلم كتير انه الزمالك محتاج انه هو يعزز الفريق عنده المادونية بتمنعه من انهاء الصفقات المدنين للاتحاد الكرة؟ بص مش بتمنعه لانه اتحاد الكرة فيه ان كنت بتعملي جدولة الزمالك عليه 70 مليون جنيه متأخرات لدى اتحاد الكرة فبالتالي هو ما عندوش وفرة ان يدفع كل الرقم ده فبيعمل جدولة بيدفع جزء من الفلوس يعني اعتقدوا اتحاد الكرة محدد 25% وبنت جدولة الباية على بقى الفترة الزمالك عندو مشكلة اتانية اكبر من الجدولة المشكلة انه ما عندوش فلوس اصلا فبالتالي انه حتى عرض الرعاية ضعيف لنادي الزمالك فبالتالي هو ما عندوش السيولة الكافية انه يقدر يعمل الموسم انتقالات قوية في ظل يعني اهتزاز المستوى الفني لنادي الزمالك مع مطالبة جمهور نادي الزمالك بصفقات قوية في الانتقالات الشيطوية فبالتالي وصلنا لمرحلة ان النهاردة اخر يوم والزمالك ضم صفقة واحدة هو ناصر منسي من البنك الاهلي مهاجم في ظل انه كان تزبزه بمستوى سيفي الجزيري منذ بداية الموسم تراجع مستوى سامسون مش موجود يعتبر في هجوم نادي الزمالك فما عندكش مهاجم فاضطررت ان كنت اجيب ناصر منسي حتى ان الصفقة تأخرت شوية انه ما كانش فيه سيورة انه الزمالك يدفع الفلوس الصفقة كاشل للبنك الاهلي الصفقة التانية هي احمد بالحج لعب اسوان وده اعارة من نادي اسوان لنهاية الموسم باربعا بليون جنيه ده بديل لفشل صفقة القدوسي واحتراف امام عشور الزمالك بيحاول في صفقة تانية محمد كناريا بتاع السيراميكا كولوباترا انه يلم الموسم وبصفقات قليلة مادية لانه ما فيش سيولة مادية يعني رغم انه حتى بتطرح تصريحات من نادي الزمالك انه لا الخزنة فيها فلوسه بتاع ولكن لا على الارض الواقع انه نادي الزمالك يعاني من ازمة مالية هي اللي تسببت في انه ما عملش فترة انتقالات قوية هي كمان السبب الاساسي في انه الزمالك يوافق على احتراف امام عشور هو نجمي الفريق مع احمد سيد زيزو وبالتالي انه فيه هجوم كبير جدا حتى من جمهورنا الزمالك على احتراف امام عشور ولكن الواقع بيقول انه ما فيش سيولة مالية فبالتالي انا هتطر ان ابيع احسن اللاعبين عندي عشان فترة اوفر فلوس واقدر اعمل يعني فترة انتقالات بتبقاش قوية جدا ولكن بعدل بعض خطوطي وبقدر ادفع لللاعبين المستحقات ترتيب اورائي الداخلية الى ربنا ما يحلها يارا زي ما بيقوله كده صفقات اللحظات الاخيرة زي ما شفنا حصلت في المصري والاسماعيلي وغيرها لكن حاليا نرجع يعني حدثنا فيها الاول فكرة يعني توقعاتك بقى للنادي الاهلي في هذه البطولة الهمة يعني الكل اللي بيأمل انه ان شاء الله يوصل للنهائي فيها بإذن الله شايف المباراة الاولى مع اوكلان ساتي هتمشي ازاي ايه هي اللعبة الاساسية اللي ممكن يعتمد عليها كولور في المباراة وخاصة اللي هو لو فاز هذه المباراة هيكون في طريقه لريال مادريد طبعا اوكلاند هو يعني وش حوله زي ما يقول عن نادي الاهلي 2006 النادي الاهلي كسب اوكلاند 2-0 وقدر ان هو يتوق بالميدالية البرونزية عايز اقولك اللي بيفعل في الموضوح هو طموحات لعبة النادي الاهلي مع طموحات جمهور النادي الاهلي ان احنا وصلنا لمرحلة انه لعبة النادي الاهلي دلوقتي بتقول احنا بنحلم بالتتويج بكاس العالم الاندي مش احنا رايحين للتمثيل المشرف او غيره لا رايحين نكسب كاس العالم الاندي ده اللي بيفرق في العقلية بتاعت النادي الاهلي انه خلاص تعودت انك انت تبقى موجود كل سنة في كاس العالم تعودت على الاجواء القصص دي كلها اوكلاند مش الفريق اللي يتخاف منه بالتالي لا يعني النادي الاهلي افضل فنيا من اوكلاند كمان عندك الميزة انك انت الدور بتاعك شغال من بدري اوكلاند من شهر 12 ما فيش يعني الدوري واقف فبالتالي ان عندهم حوالي شهر او شهر شهرين ما فيش نشاط رياضي بس هم مستعدين يعني اسبوع اللي فات مثلا اللعبوا مع الفريق التالي البرشلونة عملوا مجهود بحيث انهم يبقوا متواجدين ويعملوا ريفرش من تمي عملوا معسكر برشلونة عشر تيام بس المعسكر مثل المتشاط الرسمية فبالتالي ان النادي الاهلي لاعبيه اكتر جاهزية في الملعب من اوكلاند سيتي كمان اوكلاند يمر بازمة مالية برضو فبالتالي حتى انه في الانتقالات دي يجيب خمس صفقات مجانية فبالتالي النادي الاهلي فرصه اكتر طبعا على اي حال يعني احنا امام يعني غدا مباراة مباراة همى كل قلوب المصريين مع النادي الاهلي فيها وبنقول يا رب ان شاء الله يحقق فيها الفوز بنشكر حقيقي الناقد الرياضي محمد مهدي شكرا لوجودك معنا في صباح الخير شكرا لوجودك